السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاهد جديد بيقلب الموازين في قضية دكتور أسامة طبيب الساحل حل لغزة 5 مليون جنيه بسبب مدخلة تليفونية حلقة جديدة ويلا بنا نبدأ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاوزكم بس معايا كده من دلوقتي لحد نهاية الحلقة أهلا وسهلا بيكم في قناتي قناة حكيم مصر معاكم أنا أحمد حكيم وحلقة جديدة حنكمل فيها الكشف المصطور ومحاولة الوصول للحقيقة والحياة الكاملة استكمالا لقضية طبيب الساحل الدكتور أسامة صبور الله يرحبه السؤال هل فعلا الدكتور أسامة شاف حاجاتنا كانش ينفع يشوفها هل فعلا الموضوع أكبر من مجرد قصة صديق خان صاحب عمره وغدر به وممكن كمان يكون أكبر من قصة الطمع والغرض السرقة كل دي أسئلة مين هي هيفاء محمد أبو هاشم وإيه علاقتها بالقضية هل ممكن الكلام اللي قالته يغير مجرى الأحداث والقضية ده اللي هنعرفه بعد الفاصل أهلا بيكم ظهر مبارح فيديو لوحدة اسمها هيفاء محمد أبو هاشم مع أحد القنوات في بث مباشر على قناتهم وقالت كلام في منتهى الخطورة وعلى مسؤوليتها الشخصية كلام لو كان حقيقي ممكن يفهمنا الدوافع الحقيقية لقتل الدكتور أسامة صبور ويحل لينا شوية ألغاز كده في القضية دي زي الخمسة مليون اللي هيخدهم أشرف نبيل واللي طلب بالاسم من أحمد شحقة المتهم الأول وكمان ممكن يكون كلام أستاذ هيفاء ده لو ثبتت صحته هو السبب اللي مخلي أحمد شحقة وإيمان يكونوا بهذا الثبات الإنفعالي هيفاء في مدخلتها بدأت القصة من زمان شوية من لما كانت شغالة مع شركة تأمين وعلى علاقة بكل رؤساء مجالس إدارة الشركات بحكم شغلها وحنمشيها بحكم طبيعة شغلها كذو بقى وصح صحوا معايا من ضمنهم شخص كان على حد كلامه واصل جدا ومن الإسماعيلية واللي كان بينهم شغل وبعدها تعرفت على ابنه بحكم الشغل برضو على حد كلامها وبدأ يكون فيه بينهم كلام طب ده إيه علاقته بأحمد شحقة أو بالجريمة الشخص ده ابن رئيس مجلس الإدارة اللي كان في مكان حساس كمان يبقى واحد من أكبر أعضاء عصابة أقل لما يقال عنها إنها مضية بمعنى الكلمة مضية متخصصة في الإتجار بالأعضاء والراجل ده ضامن في عصابته مجموعة من الدكاترة والمحامين ومش بس كده ده مشغلهم ومجندهم ومجندهم في أماكن حساسة جدا تضمن له إنه يعمل جريمه من غير ما يتمسك عليه حاجة وتضمن له كمان استمرار وجود ضحايا ما بيخلصوش علشان شغله ما يتعطلش وبتكمل هيفاء وبتقول إنه لما علاقتها بقت أقوى بالراجل صاحب عصابة المفيا ده ارتح لها جدا وبدأ إنه يحكي لها حاجات كتير جدا عن حياته زي هوسه باغتصاب الجثث مثلا واللي كان بيشاركه فيه وبيسهلهله أحمد شحتة اللي كان جزء من العصابة دي وإن أحمد شحتة كان شغال مع الناس دي في أي حاجة شمال يعني اتجار في الأعضاء شغال اتجار في العملة شغال قتل وخطف لو استدعى الأمر شغال أمور كلها شمال الشمال كل حاجة كان ممكن تجيه فلوس حرام أحمد شحتة كان شغال فيها عادي جدا وبتحكي كمان إن أحمد شحتة ورئيس العصابة دي كان بعد ما البنات خصوصا اللي بين اللي 14 ل 16 سنة يموتوا وأهلهم يستلموا الجثة من المستشفى يروحوا يدفنوهم ييجي هنا دورهم يروحوا بمساعدة الترابية اللي في المكان بيعلموهم يروحوا ينبشوا التراب دي ويقوم أحمد شحتة باختصاب الجثة وبعدها بيغضوا الأعضاء اللي عاوزينها منهم ودليلها كمان حاجتين إن من فترة اتبعت لها على الواتساب صور العربيات جيب وناس منهم بشخص رئيس العصابة ده وأحمد شحتة كانوا في مقابر وشكلهم على حد وصفها يخوف ولبسين لبس غريب خلاها تقولهم إيه ده أنت تبع داعش ولا إيه أنت مين بعدها الصور اتمسحت وتعمل لها بلوك من الرقم ده وخافت إنها تتكلم طب هل الأقوال دي حقيقية؟ ولو هي حقيقية الأستاذة هيفاء ما رحيتش ليه بلغت بيها في المحكمة؟ ليه خصوصاً إن القضية دي لها أكتر من ثلاث شهور شغالة؟ ليه يوم ما تقول الأقوال دي تبقى على مدخلة على السوشيال ميديا؟ ليش غريبة؟ وبالعقل كده أي حد في الدنيا عارف كويس قوي أن الأعضاء عشان تتنقل بالتم في خلال دقايق من الوفاة من الجسة تتغسل وتتدفن ويستنوا الليل ويروحوا المتهم يغتصبها وبعدها يفكروا وياخدوا الأعضاء اللي محتاجينها؟ عاز أقول لك يا جماعة إن دي لو تبيحها في المدبح هتبقى صبحة حتى تاني نقطة مفيش أي واحدة من الضحايا دول اللي في المقابر أهلها جمزروها تاني يوم وحسوا إن القبر منبوش كل الترابية دول ما عندهمش ضمير ولا واحد حتى خاف من ربنا بلاش استحرم ده في نقطة تانية يا جماعة الأستاذ هيفاء اللي كان رئيس العصابة بيفاض فاض معاها قال لها ما تخفيش ما خافتش عن نفسها تنقل لتتخطف من الناس الوصلة دي ما هي عرفت عنهم كل حاجة إيه اللي يمنع العصابة المزعومة إنها تخلص عليها يعني طب هي الأقوال دي ما تخلناش نسأل نفسنا هو سيناريو الماضية وتجارة الأعضاء هو الأقرب للحقيقة ولا لا طب فين دلائل أستاذ هيفاء على كلامها ليه ما رحتش على النيابة بالأدلة دي وهل الأستاذ هيفاء تعرف إنها كده شريكة في كل الجرائم دي بالتسطر ولا ما تعرفيش وهل مدركة إن ممكن بلاغ عنها للنائب العام بالتسطر على الجرائم وإخفاء أدلة خليها تشرف في أكبر قضية القصة باينة جدا إنها كذابة وكد خايف حتى لا يرتقي لإننا نصدقه بس الغريب هو ليه الأستاذ هيفاء ظهرت دلوقتي ولسه بتحكي القصة المفبركة دي سؤال هل ظهور هيفاء مجرد واحدة عايزة تركب الترند ولا نظرية بص العصفورة ومحاولة للتشويش على القضية وخلق بلبلة هل فقا أحمد شحتك بزء من منظومة وعصابة كبيرة عندها استعداد تدفع خمسة مليون جنيه لمحامي عشان تطلعه من القضية من غير ما يتعدم ممكن ده يكون بيبرر وقفتها البردة والثبات الانفعالي اللي هو وهي فيه الكلام اللي قالته هيفاء توقيته الغريب ده ممكن يبرر لنا ليه المتهمين ومحامينهم بيحاولوا يزجوا باسم الدكتور أسامة في ملابسات تشوه سمعته ما بين تجارة العملة أو العلاقات المحرمة هل دي كلها محاولات الهدف منها التشويش على القضية الرئيسية وتوجيه نظر الرأي العام لإشاعات فرعية ملهاش دعوة بالقضية الأساسية وعلى الرغم من ركاكة الكتبة وفبركة قصة هيفاء إلى أننا ما نقدرش نستبعد أن الجريمة دي لها خلفيات أكبر من كده بكتير جدا من اللي ظاهر من الواضح أن القضية دي قضية الدكتور أسامة مش هتوقف عند مسلسل المتهمين ومن الواضح كمان أنها ممكن تكون بوابة لأكبر قضية تجارة أعضاء في الوقت الحالي وأن إحنا قصاد سفاح أخطر مليون مرة من سفاح الجيزة سفاح ممكن يكون ضمن تشكيل عصابي كبير جدا بيقضي على أي حد يفكر يكشفه والمفروض ما كانش يعرفه الأيام اللي جاية هتورينا تفاصيل أكتر في القضية دي وأنا متأكد أننا حنشوف قصص وملبسات أكتر وأكتر هنعرضها لحضراتكم بكل أمانة وحيادية في قناتي قناة حكيم مصر وإن شاء الله بإذن الله شاهد جديد يقلب الموازين في قضية الدكتور أسامة طبيب الساحل أتمنى من حضراتكم لو وصلتم معايا لحد هنا فأنا بقولك بحبك جدا وبتمنى من حضراتكم دعمنا بلايك واشتراك للقناة اللايك بيرفع حركة الفيديو وبينشر الكلام ده على أوسع نطاق أتمنى حضراتكم لو في أي معلومات حابين تضفوها اكتبوها في التعليقات تعليق سلبي أو إيجابي أو أي انتقاد في حدود الأدب أنا بأقبله جدا وأشوفكم بكل خير كما أن حضراتكم تدعموني باشتراك للقناة وتفعلوا زر اللايك عشان يوصل لكم كل جديد وتفعلوا زر الإشعار عشان يوصل لكم كل حلقاتنا كان معاكم أنا أحمد الحكيم وبحبكم جدا في الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة